ايه اكتر الاعمال بتتبع بقى انت شاشة رمضان وانت مشغولة على خفيف على خفيف ايه اكتر الحاجات اللي لغيرك شدت انتباهك كموسيقى يعني كموسيقى العتاولة اكشل مزيكة لزيزة جدا العملها سريح يعني معامل مزيكة لزيزة جدا جدا اكتر مزلسل بتابعه هو اشغال شقة عشان نمو خفيف كده ايوه برضو كوميدي فيه اجواء كوميديية برضو طيب بدون سابق انذار ده بقى مش كوميدي ده مش كوميدي ده حنسمع فيه بقى فيه اتجاه تاني يعني هو اكشن ولا اجتماعي ولا دراما لا هو دراما يعني هو دراما اكتر دراما اجتماعي ده بيبقى صعب بيبقى بتحاول انت انت بتبقى البطل التالت اللي هو زي ما بنقول البطل الخفي اه بالضبط اه انا بحس في هذه النوعية يمكن دور الموسيقى بيبقى اكبر بكتير قوي من ان هي مجرب بتسند الى ان هي فعلا بتبقى بتخلق عالم كامل يعني ورا كل المشاعر الموجودة ورا كل الشخصيات وده الحقيقة ده النوع الاقرب لقلبي يعني الدراما لان ساعتها بيبقى بالنسبة لي انا بحب جدا لما ايجا اشتغل اركز على الشخصيات ايه مشاكلها وايه تطوراتها على مدارة القصة فوجود يعني خط واضح للشخصيات كلها ده بالنسبة لي حاجة بتساعدني جدا وحاجة بتلهمني جدا في شكل المزيقى اللي هتطلع يعني هل انت بتتأثر بالبطل يعني انت بتبقى اداة من الادوات اللي ممكن كمان تنجح اداء البطل يعني انا برضو لو شوف البطل وهو بيفرغ انتباعاته او مشاعره او كده مع موسيقى لايقى على الانتباعات دي اعتقد كده بتبقى حليفة النجاح فده ايضا بيبقى مجهود كبير ازاي انت بتوصله ازاي بيحصل التساق بينك وبين البطل او النجم اللي بتشتغل معي هو انه اللي انا بحاول عمله عادة فاي حاجة خصوصا في الدراما انه بخلي المزيقى تبقى دايما بتقول اللي ما تقلش في الكلام او اللي ما تقلش في الحوار او كده بحس انه هي تبقى يعني مثلا نظرة معينة عند البطل يبقى ليها يعني المزيقى تبقى بتقوي المعنى اللي وراها اكتر من مجرد جمل حوارية تقالت فده اللي دايما بحاول عمله انها تبقى مزيقى يعني نقدر نقول انها مش عايزة اقول بتشاور على مشاعر معينة بس بتشد انتباهها عندها بتحكي اللي ماينفعش يتحكي بالكلام كل مؤلف موسيقى تفضل عنده بما انك كمان بتوزع تفضل عنده آلة حبيبته اللي لازم تبقى موجودة يعني مثلا يمكن بتكلم عن الموسيقار الرائع عمار الشريع اللي لازم العودي بقى موجودة بأي شكل من الأشكال انت عندك أي آلة هي اللي تبقى موجودة يعني ولا الجيل الجديد ده بقى مختلف والله هو انا بحاول ان انا يعني انوع في استخدام الألات على قد مقدر ولكن دايما بلقيني في الآخر بلقى ليه التشلو دايما الألتي المفضلة التشلو فالتشلو هو التشلو موجود في عتبات البهجة وموجود في بابا جي موجود في بابا جي وموجود في دون سابق انظر اذا هي ألت التشلو بتاعتك يعني فخلاص كده احنا عرفنا ده اللي أنا كنت عايزة أعرفه لان كل مؤلف موسيقي عنده زي ما بنقول القمضة بتاعته اللي هو بيرتح ليها تسلو تي حاجة حلوة دي قالة قديمة جدا وليها تاريخ طويل يعني كل التأكيد عندنا حتى في مصر يعني